للأسف تدهورت وبالتالي أي تخفيض للتصنيف الاقتمالي هو مبرر ومبرر بأكثر من سبب احنا شفنا أعلى سعر للدولار في البيع الآجل رقم غريب شوية هل ده يعني شيء أنا مش عايز أقول حتى الرقم يعني طبعا يعني ندرة مضاعفة والندرة دي بيعكسها لو تذكر في آخر مدخلة كنت مع حضرتك كنا بنتكلم على الغارضة حتى الكريدت اتعامل عليه قيود فهذه الندرة يستطيع المتعاملون أن يلاحظوها بسهولة لما تيجي تحاول تحصل على دولار من البنك وتجد صعوبة في التدبير السر في التدبير زي ما بنقول دايما ده على طول بينعكس في رفع الأسعار و بينعكس لكن ليست طبعا قيمة معبرة عن قوة العملة هي قيمة معبرة عن ندرة العملة يا دكتور مدحد أنا بقول لحضرتك عشان نبسط للناس التوقعات لسعر الجنيه المصري بعد كام شهر رقم دم وتقيل صح يعني رقم أنا محبش أكرره دي حقيقة لو هي توقعات حتى في أسواق الأجلة يعني الأكثر تفاؤلا بتكلم على زيادة 74% عن السعر الحاجة في الأجل المتوسط أو حتى في أجل خمس سنين فدي نسبة مش قليلة يعني عدينا الخمسينات وبالتالي دي مسألة أو دخلنا في الخمسينات فطبعا دي مسألة مربكة ولما تيجي تعمل حزبتك طبعا حضرتك عارف أنه مش بس الإنفاقة الحكومية اللي هتضرر كل الاستيراد هتضرر كل الأسعار هتضرر كل الناس اللي حتى سلعها محلية هتحيد التسعير كفاية متحة هما بيشتروا بالدولار كفاية متحة كفاية حبيبي مرسي أول شكرا أنا بحاول أجمل الصورة أنا واضح أنك بتجملها حبيبي مرسي لا هو في حلول أنا ممكن أقول لك شوية حلول يعني ممكن أقول لك شوية حلول سريعا آه يريد يعني إحنا محتاجين زيادة تدفقات رؤوس أموال بسرعة جدا محتاجين رؤوس أموال بسيطة 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 محتاجة تسهيل وبئة الشرعية أفضل آه دي أسهل حاجة عايزين السياسة المقدية تتمتع بمزيد من الاستقلالية عن هيمنة المالية آه طبعا ده ممكن آه طبعا حتى الصندوق كان بيقول لك إيه في آخر في الاجتماعات الأخيرة قال لك أنت ما زلت أنت وتونس محتاجين تايفنك يعني محتاجين برضو رفع السعر الفايدة طبعا كل ما تيجي ترفع الفايدة أو تتحرك هتلاقي مشكلة من الاستياسة المالية آه محتاجت حقا ينضباط مالي كبير عن طريق خفض الاستخدامات تخفض المصاريف محتاجت تتخرج بسرعة زي ما قلنا قبل كده وده حقا أكتر من هدف منها زيادة حصولة البيع منها أن انت حتحسن جودة الإدارة منها أن انت حتشير عن كاهل الدولة عبء الخسائر اللي بتحصل أو على الأقل بتحصل بديل أنا أقول لك طب دي مشروعات ما بتكسارش حاط ممكن تكساب أكتر محتاجت تعتمد على مجموعة اقتصادية بصراحة زيادة مهارات مختلفة حالا دلوقت يا دكتور ميت حتشكرا لك أنا أعتمد حاط أنا مجموعة اقتصادية حالا دلوقت أجيبها شكرا لك شكرا لك